يواجه المنتخب الوطني في مباراة ودية ضيفه منتخب مالي وستجرى المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كاس أمم أفريقيا المقبلة هذا وتنقل اليوم أشبال بالماضي إلى مدينة وهران تحسباً لهذه المواجهة التي تقام بملعب ميلود هدفي وذلك بداية من الساعة الثامنة ونصف مساء للإشارة فإن عناصر الخضر أجرت أمس ثانية حصة تدريبية بالمركز التقني لسيد موسى وعرفت التحاق بلاي إبراهيمي وفيرت شعال لتعويض غياب كل من أدم الناس وأليكسندر أوكيجا